اشتركوا في القناة بيقص شمال ببنزارة وامتار محلية بالمنستير لم تتعدى المليمتر الوحيد أجواء دافية ظهرا وقيم الحرارة القصوى اليوم كانت من بين 21 إلى 26 درجة اليوم سجنة 23 بتونس العاصمة أقل بالمرتفعات في مستوى 16 درجة هدوء يأكد هنا تسلسل سوى القمر الاصطناعي كما لاحظوا لميس حارة سماء ظهور صحب قليلة بأغلب مناطق البلاد ممكن كانت أكثر بالنسبة لمناطق الشمال وخلال ليلة القادمة نتوقع تواصل ظهور بعض الصحب بأغلب الجهات والتي تكون أكثر كثافة بمناطق الشمال الشرقي والوسطة الشرقي ظهر الجوية تطلب منه نصيب من اليقظة أخر ليل هو ظهور ذباب محلي قرب سواحل بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود والغابات ممكن سهم في تراجع مدرورية الأفقية أخر الليل في مخصد درجات حرارة الليلة تكون في مستوى 8 درجات بالمرتفعات الغربية وأرقام من المتوقع بيشتتروح من بين 10 إلى 14 ببقية الجهات يوم الغد إن شاء الله بعد تقاشع ذباب نتوقع ظهور بعض الصحب بأغلب مناطق البلاد استقرار نسبي في مخصد درجات الحرارة مقارنة بالعشناه اليوم والحرارة القصوى يوم الغد تصل إلى مستوى 22 بتونس الكوبرا نتوقع 21 بنابل 20 بقليبيا 21 بزغوان 22 بأقصى شمال ببنزرت بمناطق الشمال الغربي تصل حرارة القصوى إلى 21 بباجا 20 بتبرقة 22 بجندوبة وأيضا بسليانا نتوقع 21 بالكاف أقل بـ 3-18 درجة أدفأ بالقيروان تقريبا تصل حرارة إلى مستوى 24 درجة بجاية الساحل بسوسة وبالمنستير 22 نتوقع 23 بالمهدية 29 أيضا بعاصمة الجنوب إسفاقس وبقرقنة 22 بيسيلي بوزيد 21 بالقاسرين بمناطق الجنوب الغربي في مستوى 23 بقافس نتوقع 25 بتوزر بيكبلي الحرارة أيضا في مستوى 25 نتوقع 24 بقابس وببقية مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بجزيرة جربة حرارة قصوى في مستوى 21 24 بمدين بتطوين وأيضا برمدة بالنسبة للملحة وسيد البحري بسوحين الشمالية ريح تكون في أغلبها مياه قطاع الغربي ثم تتجه مياه قطاع الشرقي سرعتها من 5 إلى 15 عقدة وتصل إلى 20 بمنطقة سيرات ليلا البحري يكون متموج بمنطقة سيرات قليل الاضطراب بخليج تونس بالنسبة لخليج حمامات ريح تكون جنوبية شرقية سرعتها من 5 إلى 15 عقدة والبحري يكون متموج بمنطقة سيراتها من 5 إلى 15 عقدة البحري يكون متموج فقليل الاضطراب وأما بخليج جابس والريح تكون مياه قطاع الغربي سرعتها من 5 إلى 15 عقدة والبحري يكون قليل الاضطراب كالعادة نمدركم فكرة حول حالة التقص ببعض المدن والعواسم الأجنبية نوكشوت ظهور بعض أصحاب 36 درجة تقلوبية بالمغرب الأقصى 22 بالجزائر العاصمة سماء صافية بيترابلوس 25 تقصى في أيضا بالخرطوم والحرقس وتصل إلى مستوى 36 نتوقع 27 بالقهرة بشبه الجزيرة العربية 28 بالمدينة منورة 32 بمكة المكرمة سماء صافية بالدوحة بأبوذبي 29 بمسقة 24 بالكويت نزول أمتار رعدية 21 ببغداد سماء صافية بدمشق ببيروت 20 بالقدس الشريف بإسطنبول سحب كثيفة 17 درجة وبالنسبة لأوروبا نتوقع برومة 19 بعد سحب بفيانا بجونيف بعد السحب العابرة بمرسيليا ثمنتها سحب كثيفة بمدريد وأمتار منتظرة بلشبونة 16 درجة تطور رضع الجوي خلال الفترة القادمة وعود التقالبات الجوية بداية من فترة ما بعد الظهر بالنسبة اليوم الجمعة نتوقع ظهور سحب عابرة بأغلب الجهات والتي تتكثف بصفة تدريجية تكون مواقعا رعدية مع أمتار بالشمال وأيضا بالوسط ريح تكون مياه قطاع الجنوبي ثم تتجه مياه قطاع الشمالي بالشمال وبالوسط بعد الظهر تكون نشطة نسبيا قرب سواحل وضعيفة معتدى داخل البلاد البحري يكون متربي لمتموج بكافة المجالات البحرية والحرارة القصوة تترحم بين 21 إلى 26 درجة تكون في مستوى 18 درجة بالمرتفعات الغربية للبلاد التقالبات الجوية تبقى متواصلة حتى خلال نهاية الأسبوع يوم السبت نتوقع تواصل نزول الأمتار موقع ترادية بالشمال بالوسط ومحليا بالجنوب فيما يخص الجانب الحركي ريح تكون في أغلبها من قطاع الشمالي تكون قوية قرب سواحل ومعتدى داخل البلاد البحر يكون متربي لا شديد الاضطراب ومع هبوب ريح شمال نتوقع تراجع مرتقب في درجات الحرارة معيدة شروق والغروب اليوم الغت شروق الشمس بإذن الله يكون في الساعة السادسة وتسعة واربعين دقيقة غروبها في الساعة الخامسة وستاشن دقيقة لمزيد من المعلمات والإرشادات والحصول على أكثر معطيات نجم تزوره الموقع الخاص بالمعهد الوطني للرست الجوي تروا دوبلي في بوميتيو بونتين تبعثه رسلية قصيرة ولا تصل برقم الموزع الصوتي ثمانية وثمانين أربعين أربعة أسفار أوقات صلت اليوم الغت صلت صبح بداية من 25 و 21 دقيقة ظهر من تصف النهار و 10 دقاء أقل عصر في الساعة الثانية بعد زوال و 54 دقيقة المغرب في الساعة الخامسة و 18 دقيقة وصلت العشاء بإذن الله في الساعة السابعة الربع شكرا على حصم متابعة الاتمام إلى اللقاء